باختصاره وبدون تفاصيل لان انا عندي تفاصيل كتير جدا موضوع صلاح محسن موضوع صلاح محسن حصل مشادة كبيرة جدا في اتصال هاتفي اتصال هاتفي ما بين صلاح محسن وما بين حسام غالي ويعني مش اقول لكم بقى من الافة السكة ومن الال ايه كل ده عندي لكن حصل مشادة كبيرة جدا ما بين صلاح محسن وما بين حسام غالي وده اللي ادى الى وجود صلاح محسن في قائمة الانتظار ما عايز اقول لكم ان صلاح محسن ده شخصية طيبة جدا من الاخر وغلبان اوي لا لعيب بيلف ولا بيدور انتو تخيلوا كده ان لعيب رايح يقول لي ادارتي النادي الاهلي يا جماعة انا هروح الزمالك او بيرامدز انتو تخيلين انتو تخيلين فالرجل والله العظيم صلاح محسن ده طيب يعني اللي يعمل كده والصراحة كده واللي يقول كده ما فيش كلام ده مش موجود دلوقتي يعني الراجل ده على نياتكم ترزكون طيب خيل واحد يروح يقول لي النادي الاهلي انا هروح الزمالك او بيرامدز حدش بيعمل كده فالمفروض ناخد الامور دي بهدوء شوي لكن حصلت شدة كبيرة ما بينه ما بين حسام غالي وموضوع تطور عشان كده تم خصم مبالغ مالية وعقوبة كبيرة على صلاح محسن واللعيب فيه في الهولد حد ما نشوف القادم ايه مانشف وز �قال وزن مانشف وزن واللعيب فيه شكرا